سنة واربعة أشهر هو عمر الحرب في هذه المدينة حرب شنتها ميليشيات الحوثي والصالحة الإنقلابية على أبناء مدينة تعز دمرت كل شيء بما في ذلك التعليم طبعا الميليشيات عندما ركزت على استهداف مدينة تعز أكثر ما استهدفت لقانب المدنيين استهدفت المراكز التعليمية والمدارس بشكل أساسي لأنها تعلم أن هذه الشريحة هي أداة التغيير وشريحة تعليمهم النور المستقبل وهم الذين يصنعون لليمن مجده ومستقبله في الأيام القادمة هذه المدارس أصبحت شبه مدمرة بالكامل بعد أن كانت تستخدمها الميليشيات كثكنات عسكرية تقوم منها بقنص المواطنين أو تخزين الأسلحة فيها الأمر الذي جعلها عرضة للاستهداف اختيار الميليشية المتعمد للمدارس بشكل عام وقع لها مخازن لسلاحها أو مناطق لاستهداف المواطنين أو مناطق للقصف أو مخازن للأسلحة يقع لها هي عرضة أيضا هذه الأماكن يضطر أيضا المقاومين أن يستهدف هذا المكان لدفع هذا الضرر القادم وبالتالي تكون الميليشيات متعمدة أصلا لاختيار هذا المكان لتدميره سواء على يدها أو على يد التحالف أو على يد المقاومة استمرارية الحرب لشهور طويلة هنا هو ما جعل المبادرات الشبابية تسعى إلى فتح مراكز من أجل استيعاب الطلاب وإنقاذ العملية التعليمية من التدهور عندما غابت الجهات الرسمية عن كل ذلك لا مؤشرات عن نهاية قريبة للحرب لكن بات من المؤكد أن هذه المنشآت التعليمية التي طالها قصف الميليشيات لن تتعافى سريعا في محافظة لم تعرف خلال عقود سوى بمخرجات التعليم واليوم تترقب من انقذها من هذه الحالة المتردية حمزي أمين قناة بالقيس تاعز ترجمة نانسي قنقر